في السياق الدولي طبعا للتذكير هذه القانون المالية عن الصعيد الدولي يأتي في السياق دي السمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان واللي احنا ادخلنا في السنة الثانية في السنة الثانية طبعا لما يتعرضوا له إخواننا في غزة وفلسطين من تدمير وإبادة وقتل وتشريد لقرابة 44 ألف شهيد والمئات الآلاف من المفقودين والجرحة طبعا تحت أعيون العالم كله بل تواطئ تواطئ دي الغرب وعلى رأسي الولايات المتحدة للأسف شديد ونحن كالنقش والقانون المالية يجب أن نستحضر ما يعانيه إخواننا طبعا كين الأثار كين الأثار ديال هاد الحرب ديال الإبادة على كل الاقتصادات بين قوسين وخصت تكون تتعلق اقتصاد ديالنا الحرب الأوكرانية التي لازلت مستمرة الأزمات السياسية اللي كينة في أوروبا لأننا الشرك الأول ديالنا أوروبا اللي كيعرف دباء أزمات تراجع النفوذ الفرنسي والألماني ثم الأزمة انتخاب ديال ترمب اللي عيكون عنده بالتأكيد أثار أثار يعني سياسية وقتصادية طبعا أزمة ألمانيا كنتبعناها مؤخرا اللي غيكون عندها أثار غيكون عندها أثار ديال إقالة وزير المالية ونهيار التحالف وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة شكل اللي غيطلع في هذا سيكون مؤثيرا على المستوى الوطني يأتي في سياق 25 سنة تربع جلالة الملك على عرش أصلافه الميامين وطبعا السنة الرابعة من عمر هذه الحكومة فهذا مشروع قانون المالي الرابع ديالها ما قبل الأخير ويأتي في ضل مستجدات قضية الصحراء المغربية من تجديد وتأكيد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية قرار محكمة العدل الأوروبية والأثار دياله اللي غادي تكون قرار مجلس الأمن الأخير على رأسية تمديد بيعتة المينورسولي سنة المبادرة الأطلسية دي انطلاق دينامية جيوسياسية التي اطلقها جلالة الملك ثم سياق الوطني التعديل الحكومين اللي كان خلاله أكتوبس يعني الشهر الماضي والذي هم 14 وزير أو كاتب الدولة والأسف الشديد اللي جاء في إطار الترضيات ممكن نقوله في بعض الكلمات فقط هو أنه جوج اللي عندهم مرجعية اللي بغي تقول من ناحية القانونية عندهم مراسيم ممكن تقدر لهم مراسيم ديالتفويد الباقي هو للترضيات ما كنش احتفل هيكلة ديال ما كنش احتفل اختصاصات ديال الوزارة فضلا أنه جاء قانون المالية كانت تعرض وعاد جاء هدوك الوزارة فإذا ما علاقة هدو الوزارة أنا كنشوفه مدى بك يجيب البعض يقرأوا ما كتب له أو ما كتبته الوزارة الوزيرة أو الوزير السابق كيقرأ فضلا على استراتيجيات كثيرة التي عرضت للأسف الشديد عرضت مع وزراء واليوم جينا وكان ندرو في أماكنهم وزراء آخرين فإذا العنوان هو للترضيات وهتباين فما يطرح سؤال حتى ديالتقى في هذه الحكومة وانتخابات سابقة لأوانية استمرار احتقال الاجتماعي احتجاجات المحامين احتجاجات أطر الصحة المالية طلبة الطيب اللي هذا الأسبوع يعني الحمد لله يعني تم حل هذا الإشكال طبعا بالوساطة ديال الوسط واللي لقات الحل ديالها بمعنى أنه هناك من يعثروا كان يعثروا هذا الملف فإذا من ينتقلوا زرجاء وزير آخر تحل المشكلة معنى أراكين عندنا مشكلة مشكلة في الحكومة مشكلة في الحكومة كل السعداد لتسنظيم تظاهرات دمحنا في كاس الإفريقيا اللي غيكون في 2025 طيب هذا هذا السياق السياق الوطني في ظل هذا السياق في ظل هذا السياق جاءت الحكومة وقد تتكلم على أنه سياق صعب قالت أنه جاء في واحد سياق صعب ما عرفناش من جبتة الصعوبات هذه السنة الوحدة بين قوسين اللي ما فيها الصعوبات هالسياق الدولي الاقتصادي ها هو أمامكم معدن نمو عالمي معتدل ومستقر ونمو قوي الاقتصادات الناشئة بشكل عام الناشئة اللي كبها قدير نساب نمو هالي دارت 4.6 4.7 لكي تتدرك نسبة المعدل ديال 4% غير ممكن لأنه حققت في 2022 1.5 2023 3.4 ولذلك رئيس الحكومة مشاو يدلس بالكذب قال بأن المعدل الذي يحققه خلال ثلاث سنوات هو 4.4 هذا التدليس سبب دياله هو أنه أدخل نسبة نمو ديال 2021 ديال الساعد ديل العثماني ليشتف خطاب جلالة الملك اللي فيها نسبة نمو 8.21 زائد 3.4 زائد 1.5 يعطينا 4.4 اللي يتكلم عليها فهذا التدليس اللي لم نقل كاذبون صريح اللي داروا رئيس الحكومة تراجع أسعار المواد الأولية عامة وانخفاض كبير في أسعار الحبوب والسكر وتحسون ظروف العرض يعني هاد الحكومة عندها واحد هاد السنة قاع المواد الأولية انخفضت بالله ما نعطي الأتميناد يال السكر تقريباً دابراها يعني 448 دولار لطن يعني ما احناش بعاد على النسبة اللي محدى الحكومة 350 فوق منها كتعطي الدعم ما تعطيش ما تعطيش ما تعطيش ما تعطيش بزاف فوق 350 درهم آآ العام فايت كان ارتفاع وتقلب الأسعار استمرار تراجع التدخم على المستوى الدولي ما عنده علاقة بتدخم لك تقول الحكومة هذا مستورد لا علاقة لنا لا علاقة لبيه وعودنا للنسب ما قبل الضغوط التدخمية يعني رسعنا الـ 2019 إلى غير ذلك اليوم النسبة العامة في العالم مية تقريباً جوش في المائة تطور إيجابي لكل الصادرات بما في الفوسفات فوسفات السنة الماضية الماضية كنا درنافق تقريباً واحد ثلاثة فاصيلة سبعة هذا العام راحنا في ستاة خمسة فاصيلة ثمانية دلماليار ذي الدرهم يعني ارتفاع مهم بالنسبة إلي إلينا كذلك سياحة سياحة التي ارتفعت تحويلة المغاربة بالخارج نسبة ديت التطور دير ربعة في المائة ثلاثة فاصيلة من الدرهم وبينة الثالثة سيئة sistema والم34 سيئة سعود والتي في هذا اللوح في هذا الوقت ضمante الدرهم والتيphinاء الأحتياطات الأجنبية تقريباً مثل هذه التطور والتي ياصط تتويرون من envILives من ثلاثة وثلاثة وأثمانية د tussen ح ثلاثة وثلاثة وثلاثة Bir Они وكسر من ثلاثة وثلاثة يصلfäh من ثلاثة وثلاثة وبرج未ادي ا Cheryl Trap wondering I tell us your text نقصنا بتقريبا 3-50% في 2020 حكومة تكون بطورات تقريبا 51% و لكن من أن تقوم بتقريبا 10% من 11% إلى 15% هذا هو التطور الذي قادرت في هذه الاستثمارات الخارجية لتطور المداخل الجبائية و الاستثنائية و تصل إلى 20% من المداخل الضريبية و غيرها أمام هذه الأشكال كما أن هناك ضعف للاحفة الحاصلة وتفاقم البطل الذي سنقف عليه طيب بعد نحن تكلمنا على 25 سنة من حكم جلالة المالك وللحكومة لا في المذكرة التأطيرية ولا في المذكرة القانون المالية ولا في الخيطة بديل وزيرو يقول 25 كلها إنجازات وعطاءات إلى غير ذلك وذلك 10 سنوات الحكومة للعدل والتنمية اللي جيتونا تبقتونا الراس في 2022 و23 عشر سنوات تعطي العشر سنوات إلى غير ذلك وشهد عشر سنوات هي هي جزء من هذا 25 سنة من تربع جلالة المالك وللخارجه وللما تدرس فيها إنجازات فإذن الحكومة للأسف الشديد غير منسجمة وغير صادقة فيما تقول المشروع الرابع وهو ما قبل آخر كما قلت وتكرار نفس الأولوية الأربعة يعني تكريز تعزيز الدولة الاجتماعية الدينامية دي الاستثمار وخلق فرص الشغل الإصلاحات المهيكلة أو الهيكلية ورابعا استدامة المالية العمومية إنه بقى في نفسي في نفس الأولويات وكأنه في بين ما كيناش تطورات لكي عرفها المجتمع وليكي عرفها وطبعا غالي نقف على هذه الأمور هذه اللي 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 على كل حال خطف فيها جلالة المالك وكي ندبا بين الأولويات قانون المالية للأسف الشديد كنا فيه بعض كل مرة كنا نلقاه بأنه يخرق الدستور عدنا تلاتة هذه المرة تلاتة الأمور خرق فيها الدستور هذا مشروع قانون المالية هو عرض تدابير الجبائية في 13 شتنبير قبل ما تتعرض لا على المجلس الوزاري ولا على الحكومة ولا على البرلمان هذه التدابير اللي كتشوفوا أمامكم للأسف الشديد هذه هذه رفت 13 شتنبير وجاي في قانون المالية يعني ما خضعتش نهائيا حتى ما احترماتش حتى الأمر الثاني الأمر الثاني وخطير من ناحية الدستور اللي جاء هو جبت واحد المختضى يتعلقوا بالاعتداء المادي اللي غضين من أخطر ما جابت هذه الحكومة على مستوى الخرق دي للدستور لماذا؟ لأن الملكية هنا بعدها بين التلفزان لما بين فقلت الإشكال الثاني هو ما يتعلق بالدستور الفصل 35 من الدستور الذي يتكلم على الملكية الخاصة على حق الملكية وما يمكن أن نحدد منها إلا بقانون إلا بقانون ولكن للأسف الشديد لكن للأسف الشديد شنو اللي وقع هو أنه هذه الحكومة جاءت الاعتداء المادي بشتعرفوا شنوه هو غصب هو الغصب دي الأراضي ولا غصب دي الممتلكات دي الناس الغصب هاد الغصب تعتطوه شرعية وقالت وديدك شين اللي كي تتأدى على الاعتداء المادي يكون عليه الضاري كان هدروع الاعتداء المادي اللي هو غصب وخرق للفص 35 من الدستور تالتا الأمر الثالث الخطير اللي جات جابت هذه الحكومة من ناحية الدستورية وهي شرعانة ألعاب الحد ألعاب الحد الفص 32 من الدستور كي يتكلم على تربية الناشئة جبنا ألعاب الحد وهي من ناحية القانونية كان يعني كان ممكن ندرنا التعرف مداخل ومكاسب أخرى ما كان لنا أن ندخل في ألعاب الحد ونحن نعرف بأنه 23 أو ثلث عفوا ثلث دي الأسر المغربية ألعاب الحد يعني فتكت بها ودمرتها وجينا نحن وكان نشترع عنه هذا الفعل اللي هو غير دستوري طيب الأولويات الأولويات المدارش الأولويات المدارش وهي الآتية أولا عندنا الماء أولا خطاب جهة الملك الذي فتتح فيه خطاب العرش كله تكلم على الماء لم يكن الفيضانات في الجنوب الشرقي ولكن هذه الحكومة غيشة الأمطار الرعضية في الجنوب الشرقي لم يكن لديها أولوية وخانا نسبة الملأة السودود للمناطق لم يكن 100% ومع ذلك تخلت على هذه الأولوية ولم يكن قانون المالية برغم أنه من أخطر ما يواجه هنا لأن المناخ قاري ويمكن بين عشتيون دوحان في جفاف آخر ونحن شهر خمسة ونحن كان لدينا مشكلة الماء الشروب وعدد القرى والضواوير والجماعات التي كانت لديهم استرنت لكي لذلك هذه الأولوية للحكومة لا تستطيع الأولوية الثانية رئيس الحكومة في المنتصف الولايات تكلمنا وقال ودي إليه لا مع طرف قال ودي الأولوية في النصف الثانية وتشغيل تشغيل لكن ما نجد الآن في مشروع قانون المالي يتحرك 14 مليار درام سيدريس سوف يفصل فيها ولكن لنرى تناية مشروع قانون المالي من حيث الإجراءات الضريبية والجمركية الغير دائما لا يوجد تشغيل وتشغيل نحن نعرف أنه مشكل كبير جدا معدل تشغيل واصلة ترجع الياس 38% نسبة البطالة هذه السنة تلتاش فسي لسبعة هذه السنة تلتاش فسي لستة تلتاش فسي لستة أزيد من مليون وستمائة آلف شخص عاطل على المستوى الوطني طيب فإذا هذا الشغل مداروش كأولوية الأمر الآخر هو يتكلمون عن الإصلاحات الهيكلية وفي الحكومة في ترعي حكومي يتكلمون على إصلاح التقاعد وجاد في الاتفاق الاتفاق مع النقابة عيدية لأبريل 2024 وقالوا في بداية أكتوبر سنجدوا إصلاح التقاعد كانوا يحتل الأولوية المهيكلة كان جبرهم يتكلمون على إصلاح العدالة وإصلاح العدالة ربدا من 2014 ما علقت الحكومة به ولكن ولا كلمة واحدة في الكلمة الوزيرة والكلمة الوزير في اللجنة ولا كلمة واحدة حول الحكومة تفروا من هذا الموضوع لا يوجد القدرة لا يوجد الإرادة ونحن نعرف أن الإشكال الرصيد تراجع إلى أقل من 65.8 مليار الدرهم ومن اللي ستسلم لنا 2028 سنكون مضطرين وفروا 17 مليار كل سنة بداية من 2028 ثم النقطة الأخرى التي هي الأسف الشديد من الأولويات قانون الإطار في 2021 وكما قانون الإطار الإصلاح الجبائي كان قانون الإطار الإصلاح للمؤسسات العمومية ولكن 4 سنة لا يمكن حدفات مؤسسة فقط ولكن باقي المؤسسة لا يوجد إصلاح والدليل هو أن أجبت مرسوم في 2022 ومرسوم في 2023 لضخي أموال لا بالنسبة المكسب الوطني للماء والكهرباء ولا الخطوط الملكية ولا بالنسبة للخطوط الملكية والمكسب الوطني للماء والكهرباء كل مرة كتدعمهم كتجي مرسوم كتفتح هذا خصو إصلاح ما خصوش خصو إصلاحات الدار في هذه القطاعات عوضة أننا كل مرة نجي ونضخل لها أموال الأولوية الأخرى والكبيرة والخطيرة هي قضية تخليق هي قضية النزاع هي قضية مكافحة الفساد محاربة الرشوة للأسف الشديد هذه الحكومة من نهار اللون قلنا هذه الحكومة مطبعة مع الفساد سحبات القوانين إطراء غير المشروع حتلال ملك البحري حتلال ملك البحري ثلاثة القوانين التي لديهم علاقة بهذا الموضوع لسحباتهم للأسف الشديد تقرير الهيئة الوطنية النزاع وشفافة ومحاربة الرشوة ومحاربة تقرير سنة 2013 تقول 68% مراكين 68% من المخاولات تقول بأن الرشوة كينا 23% تقول لك عطاعة الرشوة 50 مليار من هذه الدرام التي نخسره ما بين 3.5% وستفلم من ناتج الداخلي التي نخسره بسبب الفساد وسبب الرشوة ومع ذلك الحكومة مدد تراجع في معدل الإدراك الرشوة هذا مقياس كينا نحضر عليه وهذا يؤثر على مناخ الاستثمار ويؤثر على التقاة ويؤثر على الاستثمارات ملك نقول التدفق الاستثمارات الأجنبية لا يأتي السببب هو هذا لا يوجد مناخ ترى تضارب المصالح ورشوة ومحسوبية وزابونية واستغلال النفوذ هذا الناس لماذا يأتي وستثمره فهذا من الأولويات الأسف الشديد هذه الحكومة لا تريد أنها تمشي فيها ونرى رئيس الهيئة ونرى نرى المناقشة ونرى ارتباك أثناء إداء التعديل نحن لم نطلب نحن التمديد كان نقصد نهر الجمعة قال لك أدين أجل إلى يوم الاثنين منتصف النهر نحن جاهزين تعديلت نحن فإذا تعديلت نحن جاهزين وهي التي سندخل فيها الآن بسرعة نحن تعديلت نحن حضرنا فيها أولا الدستور ثانيا الخطاب جهة الملك ثالثا البرنامج والبيانات للحزب العدالة والتنمية ورابعا البرنامج للحكومة وخامسا التقارير عدد من الهيئات هذو هم اللي حكموا اللي حكموا تعديلات دينا تعديلات دينا في 127 تعديل 127 تعديل عفوا 127 تعديل اللي كتوزع لعشرات دينا المحاول الأولى هو نصرة قضايا الأمة في تعديل واحد غادي نبدأ به كين احترام الدستور والقانون الحفاظ على الصحة العمومية تحسين الدخل الفئة المتوسطة القدرة الشرائية تحفيز تشغيل العناية بالبيئة والطاقات المتجددة حماية المنتج الوطني والعناية بمغاربة العالم العناية بمغاربة العالم عفوا خلينا نقول هذا هذا درسيوم لاني زر ركتوفيرسو كي لا درسيوم لاني فإذا نصلنا لتعديلات أول هو في حق قوام جاف للأخر ولكن سنقدمه والتعديل المهم لذلك هذه السنة كان مهما يتعلق بصندوق أنشاء الحسن الثاني في 1970 رحمة الله عليه يتعلق بصندوق دعم فلسطين صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني هذا تنشاف 1970 نحن ندرنا فيه جوش الإجراءات أولا فيه رصيد مهم وتانيا ندفن له اعتمادات أخرى من بعض الأمور التي ندرها كإجراءات قلنا المداخ لي تمشي لهذا الصندوق وهو على الأقل هذا حد أدنى لكي تبقى قضية فلسطين حاضرة في هذا القانون وحاضرة معنا دائما في كل المشاريع التي تبقى حاضرة فإذا هذا تعديل مهم بالنسبة لنا فيه نصرة قضية الأمة احترام الدستور والقانون أنا تكلمت عليهم يعني قضية القضية الاعتداء المادي القضية الرهان القضية العدد من المؤسسات لكن ثم بين الأمور التي قلنا الحماية الاجتماعية كل مرة نتكلم عليها كل مرة نتكلم عليها ولكن قلوا ندروا لقانون نجيبوا لتقرير مع قانون المالية كما هو في عدد من الدول منها فرنسا ثالثان من ثالث المحوار هو تحسين دخل الفئات المتوسطة ودعم القدرة الشراء قلت بأن هذا القانون المالية كانت حاول الضرب على القيمة المضافة وعندما كانت حاول القيمة المضافة وعندما كانت حاول الشركات وهذا حاول الدخل وعندما كنت مشكل وعندما تقرب الدخل لأن الفئات الكثيرة الموظفين لا يبقوا عقلين لأن حكومة تنفع للانتخابات لعلها تنفع في الانتخابات لأسف شي تحت شي ما غير نفع لأن تحسين الدخل تقريبا بربعة أو خمسة ديال المقتضايات على رأسها واحد تعديد ديال المادة التي كانت 73 هذ المادة 73 شنو داروا فيها داروا فيها أن أقل من 40% من 40% لتحت لا تكون ضريبة 40 ألف درهم 40 ألف ما بين 40 ألف درهم 10% وما بين 50 ألف 20% وما بين 50 80 30% وما بين 80 180 34% وفوق كانت كانت فوق 108 ألف درهم كانت 38% هبطوها هبطوها يعني 37% أولا هذا كله المعدل المعدل الذي يربح بين قوسين هذا الموظف الموظفين فيها الموظفين وفيها الأجارة وفيها الأشخاص الذاتيين أشخاص الذاتيين فإذا كانت كل المعدل لـ 430 درهم كانت تكلموا على تعديل مهم وقانون سمية بأنه قانون خصوية هو ضريبة الدخل فلذلك نحن جينا بأحد العدد التعديلات فيما يتعلق بهذا الموضوع واللي قلنا ودي فإذا نحن 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 قلنا 31 تعديل في هذا الموضوع أذكر من بينها أولا تمكين المستفيدين من صندوق الحماية الاجتماع والتماس والجمع بين استفادة وبرامج المعتمدة لدينا أحد الأسرة فيها الراجل مات إذن أرمال وفيها واحد لا وحدة يقرأ في الجامعة وواحد بنت أو ولد من هذه الأسرة في البتدائي يخصو يسير ومحفظة إلى غير ذلك وعندنا معاق في نفس الأسرة يقولون لا يمكن أن يجمع بين برامج الدعم لا يمكن معنى أن هذه الأسرة أعطيت 50 ألف درهم 500 درهم من ساعة إذا أردت المغربة يضحكوا وزيدهم 50 ألف درهم فلذلك هذا يقلنا هذا ليس معقول وقدرنا فيه تعديل خلاف للقانون وقدرنا القانون ما أدرته في 2021 وقدرنا مرحبا وقدرنا وقدرنا المرسوم وقدرنا لكم لا يوجد صالح وقدرنا الإحصاء جديد وقدرنا وقدرنا تخصيص دعم مالي في حدود 20% مبالغ الدخل جلالة المالك خطب على فئة متوسطة في العالم القراوي دعم صغار الفلاحين وتسعة الطبقة المتوسطة وقدرنا صندوق وقدرنا 60% يجب وزير الفلاح و40% يجب وزارة الإسكاد وقدرنا 50% و50% و20% و50% الذي يجب الوزير فلاح تمشي للفلاحين الصغار وقدرنا وقدرنا الكسابة وعاونهم وقدرنا الفلوس يمكنكم تقوموا الرفع من المعاشات وقدرنا لا يمكن المعاشات وقدرنا حكومة سعب ومعانا التي رفعت رفعت المعاشات مستين درهم وقدرنا حان الوقت لكي المعاشات لا يقل عن حد الأدنى للأجر وقدرنا وقدرنا بعض الإجراءات السعب وهو الذي تزوج أول مرة والذي يعمل أول مرة والذي يولد أول مرة أدشيكو شي جديد تمشي تانا تبا يجب أن يجب أن يكون دعم بسيط جدا حيث رواج لا 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 ولا الروج من الزواج نحن نقوم بإضافة الفائدة صفر فيما يتعلق بالسكن لكي تشجع ونحن نقوم بخصم الأمهات الذين يختاروا ويقلتوا في الدار لكي يربيوا الأبناء قلنا نقوم بخصم 50% هناك نشجع المرأة لتبقى إلى غير ذلك نحن نقوم بإعفاءات أرامل أرملاخ الدماء أعطيها بعض الشروط لكي تشتغل بدوام جزئي لرعاية الأطفال أو العمل عام بوعد يجب أن يدخل في هذا الأطفال طلباء لدينا المساكن لكي يسكنوا الأحياء الجامعية قليلة وخدر الدعم والدولة نحن نقوم بإعطاء نحن نحن نقوم بإعطاء لكي تشتغل لكي تشتغل 50% من العقد وكي تشتغل حدف المعاشات والإيرادة العمري من لائحات الدخول التي تتبقى على الدخول وكي تشتغل 40 عام لماذا تبقى تتابعه؟ قال لك لا ربقاء وغير 4% هل تتحدثون لا يساعد النظر من المتوقع لتحديث لن أخبر أعدالة العجبائية التوازن والأعباء العائلية رفعوها من 350 درهم رفعوها إلى 500 درهم ومن 2360 رفعوها إلى 3000 درهم نحن نقل أن نزيدوا قليلاً، نحن نراعي أننا كنا في الحكومة المداشعة كان عارفوا الإكرارات وكان عارف ما كان زيدوه فقلنا عوض 500-600 درهم وعوض 3000 درهم من الأعباء العائلية 30000 درهم وهذا لن يضر الميزانية في كثير المحور الآخر هو تحفيز تشغيل نحن نتمنى أن الحكومة تفتح ودنها جيداً نحن نقل المقاولة التي تفتح الحكومة السابقة وصلت إلى 400 ألف منصب جاءت وقفات العنفات حددنا له السقف المتعامل في حدود 80 أف درهم على الزبن كل زبن لا يتفوت 80 أف درهم ثم نقلنا هذا الشيء وهمتنا وهمتنا 8 أف درهم وهمتنا 70 أف درهم يردوا هذا المقاول ولكن درنا واحد البنية جديدة واحد البنية جديدة ما بين المقاول الداتي وما بين الشركات والمقاولات سمناها المقاولة المتناهية الصغر كتشتغل بنتهم من حقة وظف ثلاثة فقط والرابع وهمتناها المقاولة الرأس المال فيما يتعلق بالفلاحة والصناعة والتجارة جوز المليون درهم فيما يتعلق بالخدمات مليون درهم وفيما يتعلق بالضربة يتعلق بالضربة إذا كان واحد في المياه بالنسبة للتجارة والصناعة والفلاحة وجوز المياه بالنسبة للخدمات ثم بالنسبة للأعباء المساهمة يعني لصين الساس وغير ذلك كل تلك سيكونوا مساهمين وهو المساهمة في حدد 1.6 من الأجر فإذا هذا كنظن كنظن درناه ودرناه في مقتضيات مهمة أرجو أن الحكومة أن تتفاعل معه لأنه هذا جديد بالنسبة لها وبالنسبة للمغرب تشجيع التدريب وتوسيع قاعدة المستفيد تشمل أصحاب الشواهيد أو غير الحاصلين على الشواهيد كذلك لكي تخدم كين بزاف دير الشورط أولا تكون مسجل في الأنبك ثانيا يكون عندك 35 سنة ثالثا يكون عندك شهادة إما باكالوريا فما فوق تالإجازة نحن قلنا حيدوا هاتش وما حيدوا في أحد الجانب حيدوا حيدوا الشهادة ولكن كنقولوا السن لماذا سيبقى تبقى يخدم لأجتمالك الشركة بقى تخدم ولماذا تقول أنت 35 عام نحن بقي ما سرطناش 30 عام أو هي دير عام ثاني 35 عام فغير مقبول تحيدوا الشواهيد وتحيد هذه القرية دي السن الرافع الحد الأدنى للدخل المعفى من أداء الضاربة من 10 ألف درهم و15 ألف درهم في مدة 24 شهر هذه الجمعيات الجمعيات التي تشغل معها مدربين إلى غير ذلك فدرنا لثلاث سنوات عواضة سنتين ومدربين إلى مدربين إلى جمعين ثم تشغل الطلبة الجامعيين لدينا واحد من الإشكال الطلبة من المساكن سواء من العالم القرية أو من الجنوب الشرقي أو من الجنوب الشرقي أو من المنحة أو من نسب منحة من نسب منحة ما يفعله حينما يدعم لدوار مهار أو العديد أو نسب من أجل أو نسب من خلال المنحة في كل الدول يأتي الطلبة في مدربين يأتي الطلبة خلال الأسبوع إلا في المغرب يأتي الطلبة لأنك تتعليق لدي شركة مهيكلة أو ريستوران أو شركة لا فقط لا تتبعه فقط لأيضاء المنحة غير مقبول يجب أن يحفظ على تشغيل ثم استراتيجية الوطنية وقالت تغدير ١٢٠٠٠٠٠٠٠ من الدخل الإجمالي فパطار ٢٠٠٠٠٠٠١٠٠٠ню Falan لدينا نريدравля لا تظارة له هذا الصندوق في عجز والناس الإرادة يدعون لهم حاولة عجز إما كله أو شبه كله الصندوق في عجز وزير الصحة السابق ورأس الوزارة المالية يقولون أن يدعوا فيه الفلوس وخلصوا الناس لا يريد أن يصلحوا القانون في ثلاثة الموضوع لا يريد أن يدوزوا القانون لا يريد أن يزيدوا في هذا الصندوق فهنا نجدنا تعدين من أجل أن نحفز تشغيل وفي نفس الوقت نعانيون المحور الآخر المتعلق بالصحة العمومية منذ 2007 إلى 2007 كنا نجيب السكر أو المواد التي تضرب الصحة المواطن كنا نجيبها كل عام كنا نجيب السكر ونستعنا ومن الموضوع شعر السكر عندما أمس المجموعة المشتركة وإذا كانت نقضي ومن المدد من المنطقة كنا نجيب السكر وجدنا الملحة لأن منظمة الصحة العالمية تقول مخصي لكي تفوت خمسة القرام في اليوم ووضفنا الدهون المشبعة مخصي لكي تفوت عشرة في المياه من الطباح حراري يعني الزيت البلدية وذلك هذا عشرة في المياه بعدها من هذا الشحوم مخصي لكي تفوت ووضفناه لماذا؟ في عام 2022 في عام 2022 نسبة الضغط الدم زادت المغاربات قريباً 25% وفي عام 18 عام نسبة الضغط زادت 25% نحن كانت تدخم كانت تدخم كانت تدخم هذا العلمي هذا ما نعلم هذه الدهون كانت تدخم تدخم أمراض القلب تدخم أمراض الشرايين وتدخم القصور الكلاوي تزاد 4% فإذا نحن بناء إجراءات التي تساهم في الصحة العمومية حد في الإجراءات الحكومة المتعلقة بدعم السرود اللحم الحية والأحشاء وكل لماذا؟ كانت تدخم المغرب في عهد الحسن الله رحمه في 82 و في 83 و في 84 و لم ينجح كانت تدخم الحكومة العام فايت و جاء وزيرك يقول لك فشل ما معنى فشل لماذا تدخم بحالك هذا الدعم من أمبر 2022 حتى الأكتوبر 2023 مليار ثلاثة 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 فشل ما أعطينا لذلك لا يمكن أن نذهب إلى تجار الأزمات لذلك كما نفعل ونفعل ما نفعل ما نفعل فشل سأضع البقر سأضع البقر سأضع البقر سأضع البقر سأضع البقر سأضع البقر عدد الرؤوس بين القوسين وليس البقر ليس البقر كان في 2019 ثلاثة فصيلة مع رأس عدد الرؤوس في 2019 في 2020 سأضع البقر ولكن هذا يحترس ما يحفظ لذلك لابد الرؤوس أدام المهم سأضع البقر ، سأضع البقر لنساعد البقر أعطينا سأضع البقر في أجناء البقر سأضع البقر بقرحة Syria لا يمكن فعل من كنت تصوير أنت في أجناء البقر 0.6 بمعنى حالة تخفى الثامن بمعنى أنت تعطيه للتجار الأزمات والمستوردين بشد والدليل هو دفتر تحمله يجتجب له ربعات الناس يجب أن يكون لديك مزارة عصرية و يجب أن يكون لديك تبريد هذا الجوج يجب أن يكون لديك مجلس والجوج ومرحة جديدة والمرحة والمرحة فتاة تبريدنا المستوردين للشخص والدليل لأن التسائل يتحول في استراليا لأن يتكلمون على استراباته نعم الناس يتم تعمل بهذه الطريقة كما سنقدران؟ قلنا أريد أن يريد أن تريد هذا الشيء. أولاً، لأننا أعطينا 20% لحن أتعطينا الفلاحة الصغيرة من هذا الصندوق. لأجلناكم أن أريد أن يريد أن يريد أن يتقدم الأجنة. يجب أن نجيب الأبقار للإنسان والتي تولد. ونجيبه ونجيبه لهذا الترنسفير للزمبريون. هذا مهم إريد أن تنخل بحليبه، ومع الورجمال والحليب، أو ما إذا كان شخصاً، المفترض أن تنخل فيه وتنخل مع كل ما أريده نحن قلنا أنه مودي. هذا هو دير فيه استيراد ديروا له الإعفاء من الاستيراد وديروا الإعفاء من الطيفية وديروا له الإعفاءات كلها ونجيبه منه 51 ألف هذا غادي نردو به. طيب السجاعة الإلكترونية كنجيبوها كل عام. الأسميدة الكيموية هذا العام زدناها. السكر الملحات كلمت عليه. موالدة مادات الأكسجين تأود رنافيها. عفوان كندوز حدايا وما كندوز هنا. أدو كلهم على كل حال ندرناهم الإعفاء. الإعفاء للأدوية ومنتجات الصيدلية. نرى بعدها هذه الحكومة نحن في كل سنة نقلب فيه كأن شيء شيطان رمخبع في شيء قنط. صحيح جبرناها في الاعتداء المادي. جبرناها في ناسيب الحد ولكن جبرناها في الأدوية. العام فايد جبنا لهم جابوا الأدوية للإعفاء. قالوا قاعدك شيء والمدخلات دي الأدوية. أعفوناها من رسم السيراد وعفوناها من طيفية. وكنا نقولوا يدير الطيفية مع حق السيراد. قال لك لا. ومشاو ولا كل حد. هذا العام يأتي بإعفاء المئات دي الأدوية. من نقلبنا فيها؟ لهذه الساعة التي نتكلم معكم. لهذه الساعة. كل أو جل تلك الأدوية مصنعة في المغرب. مدام مصنعة في المغرب. هلاش نتدير للإعفاء؟ للوبي السيراد. نحن كان نقولوا الحماية الاجتماعية خصنا نعتنيوا بها. خصنا المنتوج الوطني خصنا نحميوه. وانتوا لا تهلكوه لا يمكن. ولي حد الساعة درنا عداد من الأبحاث. ومع مختصين هذه الأدوية كلها تصنع في المغرب. لك عندك تمن في مشكلة الثانية. شوفوا ما كانش عندك. ما كانش عندك مشكلة ما عندك الحق تعفية. ونحن باقي الأدرار الإعفاء في السنة الماضية من 40 ألف إلى 30 ألف درنا عداد المواد. ونرى كل السفد منهم. الأقارب درنا عدد رئيس الحكومة. ودرنا عدد رئيس الحكومة. إعفاء الأدوية. إعفاء الأعلاف والدواجين والمواشين من ضربة على القيمة المضافة. إذا تريد أن تخفضوا الثامن. إعفاء الأدوية والمنتجات الصيدة لمستجمة الطبية المجال. لإستعمال البيطراء والفلح والبشري لتعزيز الرئاس الصحية. ل الكثير من الأدوية، كما فعلنا نفعل المستلزمات الهي. وفوضحنا المجال الإمام المستلزمات الوطني. حماية المنتج الوطني أدرنا الأمن السيادية. حماية الصناعة المحلية الأدوية. حماية هذا الرسم أدرنا لجفة السنة الماضية. وضفنا صناعة الكابلات الأليان في البصري وهذا الفيبر أوبتيك التي تصنعها في المغرب من العام في هذا العام كثير من 50% المحور الآخر الحفاظ على البيئة وتطوير الطاقة متجديدة جاء الحكومة قد تطبقها للتاكس كربون أين ذهبت؟ تاكس كربون ذهبت غير في الأدوات غير في المواد تاكس كربون يتطبق 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 22، 23، 29 والذي لا يتطبق إزربيدجان والذي لا يتطبق تطبق المواد على الأكسيد الكربون يجب أن نقوم بها في الحكومة الآخر وليس جيدا كيف تطبق الحكومة؟ ليس جيدا لأنهم سيطبق المدخلات ومع ذلك الملايير الدراهيم الملايير الدراهيم لأن الملايير الدراهيم يطلقون وزارة التجييج يطلقون أزيد من 40 ألف صفقة هذه البنيات التحتية سنزيدون على كلها ماذا نقول؟ نقول أني أردت معي لاتقس الكربون هذا الرسم الأكسيد الكربون ولم نسمى أكسيد الكربون ومن المتحدث عنهم موضوعاً ما هي الفريزة؟ نحيدهم من الطرق نقوم بإرسال تعملهم ونحيدهم من الطيفية والمقاعدة من العيدة ونسبح أن نحن نحن نقوم باستخدام ونقوم بعمل الإجراءات المال للصديقة لصديقة البيئة ومع ذلك الشركات المخاوطة التي تعملوا بحث العلمي قلنا نقوم بإقرار الخصم في حدوث 20% الشركات التي تطور كمتجات أو الخدمات رسم الاستيراد على بقية المطاط المتصليم والنفايات والحطام المستوردة هذا ما يقوم بإستورده؟ بإستوردنا البنوات البنوات يستوردهم ويقوم بإستوردهم الطاقة المتجمة لا يوجد مشكلة ولكن هذا ما يقوم بإستورد أكسيد الكربون بإستوردنا البنوات نتقل من التقليل من استعمال الزيوية الأحفورية ونحن يتقنون أمور تقنية السيارات الكهربائية بكل الرئيسية 300% أو 50% نحن يتقنون لأجراء تحفيزية وليس كم يتقنون أجراء تحفيزية العناية بمغاربة العالم هو مغاربة العالم جلالة الملك تكلم على أنه فقط 10% الاستثمارات في حدود 10% نحن قلنا بمغاربة العالم لماذا لا نتاني شبيوه نحن قلنا ثلاثة الإجراءات أولا قلنا فيما يتعلقوا باستثمارات ديالهم بالنسبة للضربة على الشركة لا نقل لها 20% ولا 30% ولا 34% ولا 40% نقل لها 80% الأدوات والمستلزمات التي يأتي بها كما تستطيع ففا كما تستطيع فعل الأمبوب الغاز نقل لها مغاربة العالم ومنعهم الضربة على القيمة المضافة يستوردون السلعهم ويستمرون هنا وثلاثة كنا نقل لهم أن تشكوا مغاربة العالم من تذكيرها مرتفعة فقلنا أودها التذكيرها هذه ندروا واحد شيك سميته شيك مرحبا بحيث أن المغاربة اللي في العالم نجي مرة وحدة في العام كان أعطيهم التذكيرها بثمان ديالهم في حدود 60% 40% يعني كنخصمونهم 40% وهذا إجراء عادي لأنه كان ندخلهم وفلسنا قلت هذه السنة ردزنا من 77 إلى 81 ملايار ديالهم كمداخل ديال مغاربة العالم وأخيرا فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية فإحنا عدنا وحد العداد ديال الإجراء عسرات ديال تعديلات اللي عدنا في هذا المجال ولكن عن الكلات اللي هما بنسبة إلينا زي ما أولا كل العام قانون الإطار كي تكلم على الشركة المقاولة المحتكرة خص دريبة على الشركة ترتفع 40% ما بغاوش قلنا نموات المحروقات منهم واشهد فإزنا هذا العام إزنا على المحروقات الإسمنت ولكن قدرنا واحد الإجراء واللي عندها نسبة دياله في السوق كتر من 35% وهذه ثلاثة شركات في المحروقات عند أكثر من 35% في الاستيراد وفي التخزين والتوزيع فهذا غير معقول غير معقول ما يكونش ثم اللي كتحقق أرباح ستنائية أرباح ستنائية في مني هذه اللي كتحقق أرباح ستنائية تنالوا حد نسبة سام بها في حدود 5% ثم المساهمة الإبرائية هذا واحد العدد ديالناس قل لك واتدي هذا الإجراء الإبرائي ديالناس باشي اللي عندهم السيولة وبغاو يحطوها في الأبناء كنترتع لهم واحد الغرامات 5% هذه المبدأة حتى يريوز والناس ما استفدوش منها طلبوا التمديد فحتى هي اقترحنا في إطار شفاف وواضح شكرا أسمح الأخ الأمي العام إن أطلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر